أمت الله من الأردن بارك الله فيها تقول ما حكم التعامل مع الأب وهو كبير في السن عمره ثمانين سنة يمنع أولاده من الزواج بسبب أو بحجج واهية مثل يقول ليسوا كفؤ لنا مثلا أولاده أعمارهم أربعين إلى خمسين سنة والعداد هنا لابد من حضور الأب في الزواج ولا أهل العروس يرضى تزويد ابنتهم إلا بحضور الأب الذي يعاند اخت أمة الله من الأردن بارك الله فيك بالنسبة لهذا الأب لابد حقيقة من وعظه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل وبيان بأن منع أولاده من الزواج ويكون هو حجر عثرة في طريق زواجهم هذا منكر عظيم وذنب كبير سيحاسبه الله عز وجل وإن نجى من الدنيا لن ينجو من الآخرة إن نجى من عقوبة الدنيا لن ينجو من عقوبة الآخر لأن هذا ضرب من ضرب الظلم والعياذ بالله لما يمنع أولاده من الزواج باعتبارات طينية سفلية أرضية ما لها قيمة ما لها قيمة والناس ليسوا في مرتبة واحدة هل الناس كلهم الآن ليسوا كفاء له ولا لأولاده مثلا يعتقد هذا هو من وين نزله نازل من كوكب آخر مثلا حتى يعتقد بأن البشر كلهم ليسوا كفاء له معقول هذا الكلام يعني هذا الكلام مردود عليه ولذلك أخت الفاضلة يجب على هذا الأب هذا الكبير في السن مع أن يتقون عمره ثمانين سنة أن يذكر وأن يخوف ويقال له لم يبق من العمر شيء ما ذهب أكثر مما بقي ما تدري متى تلقى ربك عز وجل فلا تلقاه بوجه ظالم لا يلقاه بوجه ظالم وبالنسبة لأولاده يسمح لهم ويجب عليه أن يذهب معهم ما دام أن الأعراف والتقاليد عندكم ما تقبل الشاب إلا بحضور والديه حضور أبيه مثلا عند الرجال وأمه عند النساء يجب عليه ذلك وخوفوه بالله ويقول له لا تلقى الله وأنت ظالم لأن هذا ظلم الآن الولد عمره أربعين سنة رافض زوجه الأصل أنه أنه أصلا ليس له يعني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ليس للأب طاعة لازم يفهم هذا الشيء ليس للأب طاعة إذا فعلا أصبح ظالما ويمنع ولده من الزواج ويجوز للولد أن يتزوج من دون حضور أبيه وإذا والله قبيلتكم ومدينتكم اللي تعيشون فيها عندهم هذا السياخي الحمد لله أرض الله واسعة يذهب للعاصمة تزوج من العاصمة يذهب إلى مدينة أخرى يذهب إلى خارج الدولة حتى يعف نفسه ويأتي بامرأة صالحة ليجري عليه سنة الله الكونية قدرية في الخلق والعباد سنة الزواج هذه قدرية كونية وهي لها ارتباط شرعي ولله الحمد فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك هذا الأب الكبير في السن يؤتى له بعالم أو طالب علم يذكره يخوفه بالله يعلمه يوجهه يقول له أنت ما بقي من العمر شيء ثمانين سنة إيش الذي يبقي كيف تلقى الله وأنت ظالم ظالم لأولادك وما يدري قد يكون بعض الأولاد يدعون على أبيهم والعياذ بالله من الحسرة الحسرة وفواتب الآن عمره أربعين من الفتاة التي ترضى أن تتزوج شخص بهذا العمر يعني مثلا من البنات الصغيرات قد لا يحصل إلا على أمرأة بهذا السن أو أكبر منه وهو يرغف الأولاد مثلا متى يتلذذ ببركة الأولاد مثلا في حياته يعني كم بقي من العمر فلذلك أخت الفاضلة ذكري هذا الرجل وخوثي بالله عز وجل جيبوا له علماء جيبوا له وجهاء من قبيلتكم أو من منطقتكم أو وجهتكم مثلا يحلمونه ويرشدونه وإلا هو ظالم هو في النهاية ظالم أصلا الله تعالى أن يتوب عليه